نروح للنادي المصري وفي حالية مفاوضات مكسفة مع اكتر من مدرب مصري خلافة كابتن علي ماهر اللي اعلن خلاص استقالته من تدريب الفريق مبارع بعد خلافات حصلت مع الادارة في الجزء المتعلق بالاعداد للمسلم الجديد والصفقات كمان لها الدعم الفريق احد اهم وابرز المرشحين هو الكابتن ايهاب جلال اللي ادارة المصري الفوسعي دخلت في عام في مفاوضات جادة معا انه يدرب الفريق خاصة انه لسه على غاية دلوقتي موقعش على عقود رسمية مع نادي الاسماعيل كمان في مدربين من بره مصر كمان زي الفرنسي سيباستيون دي سابر المدرب طبعا اللي كانت تجارف في الدور المصري وكمان التونسي فوزي البنزيرتي المدرب الكبير اللي كان احد الاسماء المطروحة بقوة في الدور المصري ونشوف كمان الساعات اللي جاية هيتم حسم الامور ازاي بشكل رسمي والاستقرار على مدرب المصري الجديد نتمنى كل التوفيق طبعا لوحدة من قلاع الكراءة المصرية نادي المصري الجورسعيدي وان شاء الله كل الامور تتحل في الفترة المقبلة ويرجع الى الطريق الصحية كده تكون خلصة اخبارنا المحلية نتلع على الفصل السريع وانا جا نكمل بقيت فخراتنا في الستين ديها خليكم معادي